خلينا نكون منطقيين طلع نور زهير على الشرقية وقال كلمتين مهمة بالنسبة إلي كإعلامي هي مصدر ووثيقة من لسان نور زهير يدان عليها شنية الكلمتين قال آني أكو 11 نائب وذاكرهم بأوراق التحقيق 11 نائب ابتزوني أخذوا من عندي أو طلبوا من عندي فلوس تمام ما قال أسماء ضغط عليه الإعلامي هشام ومنطا قال لي عندي إعلاميين أسماءهم وعندي نواب 11 نائب وموجودين بالدورة الحالية بيهالشي حلو طلع واحد من عدهم Uhoom!!! أم Logر أصوّّي بهك أمًا SIMP إنpat إنّا، إنّون إنتي سوف تنكّف هذا جلّا «مسكّف على الديّ للم فليّما أبوك أبوك أبوك» هذا صدّق ونأتد presenting لأنه عاقل ... ولا وقيم ونستطيع أن نصمعه تمام؟ كان المفروض ينتظر الحلقة كاملة وينتظر يوم المحكمة وذي تساعة إذا دزت علي المحكمة وهو طلع اسمه من بين الـ 11 اسم مو أولهم من بين الـ 11 مو أول واحد تمام من حقه أنه يحتي للقضاء وللإعلام لكن انتفض وقام يرجف ليش أكو مثل عراقي يقول إلي جواباته صخل يمعمع تمام فهذا سوى مـــــــــــروف هذا شغل الفيديو فسأنا صلاحة معصب أي كلش مستفز تمام وحجيتك تانا معصب يعني نجح باستفزازك لا نجح وركورد باستفزازك لا 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 أخذو ثارهم منك لا 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 هي مو كل عصبية هي مرمومة لا لا لحظة 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 شوف قناة الأولى ما احترامي للزميل بس أقول لك شغلة شنو علاقة الكرد بصفقة بين نور زهير ومصطفى سنت شنو علاقتهم زين احنا قناة دا نتناول الشأن العراقي داخل محافظات العراق تمام اذا نجي نحن عن الإقليم الإقليم عند حكومة وعند رأسة وزراء وعند شعب كردي يحلي اللغة الكردية أغلبهم ما يفتهم علينا احنا شيء العراقي داخلي محافظاتنا اللي احنا دا نباك بيها لانهار تمام حسا يطلع لواحد يقول لي زين ليش ما تحلي من بغداد خايب يسكوني زيناني لا تريدني أحكي ولا تريدني أقول ولا تريدني أكشف حقائق وين أروح وين أولي إذا أطلع للإمارات تقول ها قاعد بالإمارات أروح لأمريكا تقول ها عميل أجي الأربيل تقول ليش ما تحكي على هاي شنو الطيني هذا إشقال أخذ وثارهم منك لا لا ما أخذ وثار بالعكس أنا سويت عليهم ريمونتادة قلت لهم انتظروا ريمونتادة باتر شوني أنه ريمونتادة ريمونتادة هذا إحسان طراضي حافظين ومسؤولين ونواب شوف حجم البيانات مال النواب اللي نزلوه شوف حجم التعاطف من الناس ما يحكوا ياها على أي ليش قالوا مستحيل ثق برواية سارق سارق طالع هو كل حياته تزوير وكل حياته كذب هو خدع الدولة كلها يقدم لها وصل يقول هذا وصل 200 مليار طيب هذا مال شركة ماشي ماشي وياك وياك خائب هنا وياك هسا ليش مو أكو قضاء يابا نحن ننتظر القضاء هسا أنت ليش ليش ترجف أنت ليش جاي ترجف احنا وياك بعيدا عن قناة الأولى وبعيدا عن كل شيء حاطين بل كرات تمام؟ وبعيدا عن هذا حاطيك فيديو ثاني تمام؟ حاطيني الفيديو اللي وراه اسمعي هنا حملة صارت عليك من الشمال اسمعي هاي بل شو بيها يارز يباري بل شو ياه هو قناته هو الشيار يطلبنا ثار وزير الخارجية الأسبق ايه يطلبنا ثار شو ما صار جمهوري هو ريبر أشار ريبر ما حاج الرجال ايه بس ما قوله يعني قيادي في الحزب الديمقراطي كرساني اقل لك هو القيادي يخلي مثلا يروح المصطفى سهشين حالها لا هو قل لك القيادي وقاعت الله الله لك والله بس انت ما حسيت لأن انت ما تفتن لك قل لك معقولة قيادي مثل هشير زيباري ومثل وزير الداخلية ريبر أحمد حاطين عقلهم وياك معقولة قال التشبيك صاحي بس عبرت علي عادي تدرون ليش لأنه هذا المثل هي الشخصيات المهزوزة واللي بعدها صغير ما فاهم الدنيا تمام يعتقد هو إذا يعني شايفين أقولكم شغلة واحد طفل تمام يشمر حجارة على الشيخ عام حجارة يعني هل تعتقدون هذا الشيخ العام رح يحط عقله وياك فهذا نص المسج الي وصله ليه قال لي يعني معقول هذا القيادات حاطين عقله وياك ضعين الفيديو ليه هاي أحسنين ماكو داعي اوقف لي اهنانة شوف انا محتشي لك شي بدون دليل رح اثبت لك بالدليل القاطع تمام انه هذا الشخص ليش ديرجف وين راح وليش راح هسه هو غير نائب غير المفروض انه هذا النائب كمل اوراقه وسلمها للنزاهة سلمها للقضاء ويقعد مو هذا اعاني شغله هو مو اعلامي ولا ناشط مدني ولا فاشنسته هو من عضو بغلمان اسمع السوء وما شاف اللقاء مال نور زهر اسمع اول مرة اروح لضريبة مال العامة اول مرة بحياتي طيب من دخلت قلت مع امي خلف الله على هذه القصة مال سدقة تقلت خلتنا يجيكم هاي راح تلاثاء الماضي شو عندك رح تليش يعني ليش رح تليش راح تطينا ونعرف وطهرة فوقف 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 انت بس سؤال هذا البرلمان ورئيس البرلمان محسن المندلاوي عادي انت تطلع تفشر على اي ان كان مرة تقول وان نيوزا على الوحياتيكم مرة تقول هذا نور زهيرا على الوحياتيكو مرة تقول وخليتنا نتجاوز عليك قدام العالم كله انت بوز ما زين سؤال يقول انا وما طلع اللقاء رحت للضريبة شو سو رحت للضريبة وانت ليش مهزوز وانت ليش خايف يا ناس يا عراقيين انا اردا اسأل سؤال هذا الشخص ليش خايف من قضية نرجع اذا هو اللي دا تقولون عليه حرامي دا يقول لكم انا يوم 27 بالمحكمة واريد المحاكمة علنية زين انا اليوم واحد يوم 27 ليش ما دا تنتظر ايش باقي اليوم ايش قد بالشهر اليوم 16 16 لا اليوم 20 اليوم 20 ليش ما تنتظر بعد 7 ايام ليش دا ترجف يا اخي انت مو تقولون نرجع حرامي يابا اوكي حرامي ليش الحرامي ما خايف وانت خايف ليش ابو عقال خايف مو لا ذاك اللي انا عرفته ليش ذاك خايف النائب اللي طلب يقعد ليه نرجع باللباس وليش انت خايف ليش خايفين انت مو تقولون حرامي الحرامي ما خايف دا يقول لك عمي تعال انا اريد محاكمة علنية واريد اجيب اسماء وقايل اسماء وكاتب اسماء واني شهر كامل يحققون وياي من الساعة بالعشرة الصباح للساعة بالاربعة بالليل للساعة بالاربعة العصر وكاتب كل شيء بالإفادة ماتي تخيل شهر يوميا يكتبون يكتبون اشحاطين من بلاوي وباتشر رح اكشف لكم عن واحد محلل سياسي ما عنده ابتدائية لا يقرأ ولا يكتب وشنو علاقته بقضية نور زهير ومصطفى سنت اشتركوا في القناة